انا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تلت ساعة واحنا النهاردة هنعمل مع بعض عنب والعنب العنب العنب اول حاجة هنتكلم عن العنب العنب اول ما اكتشفوه اكتشفوه في مقابر الفرعنة فمعناها ان هو كان موجود من ايام الفرعنة يعني من قبل المسيح من قبل المسيح عليه السلام وهو موجود عندنا طبعا بعد كده الفنقيين نقلوه من الفرعنة وادوه لاوروبا لما راح اوروبا بدأ ينتشر بعد كده في اسبانيا وامريكا وامريكا الجنوبية المهم خلينا بعد كل ده من اكبر دولة بتزرع عنب هي ايطاليا وهم مشهورين به جدا جدا طبعا احسن جو ملائم لذراعة العنب هو ساحل البحر الابيض المتوسط خلينا بقى ايه نحن دي كده طبعا اقول لكم مين اللي جاب لنا العنب في مصر ساعد صغير خلوني دلوقتي نسيب ساعد صغير على جنب ناخد دلوقتي الفراخ ونبتدي نعمل اول طبق لنا هجيب الفراخ هقطعها هنقطع كده انا دلوقتي بعمل ايه انا مجرد اني بقطع الفراخ كده في حتة الجيب اللي جوه انا بشيله لاني مش هستعمله هشيله اعمله مرة تانية في اكلة تانية انا اللي هستعمله الحتة اللي هي المصححة ممكن في حتة تانية هنا دي ممكن تشتغل ودي ممكن تشتغل دول صغنانين قوي هسيبهم لمرة تانية هخليهم هنا على جنب ولا اقول لكم هحط الاول اتبل الكلام ده اني انا محتاج اتبله بس بملح وفلفل هفط عليهم كده هقلبهم علشان احطهم ايه مرة واحدة ونخلص مرة واحدة اشطف ايدي بس من الفراخ نولع على الجريل انا مش محتاج لغطة هبعيدوا عني شوية وارجع احط حبة زيت عايزة حبة كمان كده وعايزة حمسح الزيت ده عشان لو في اي زيادات المناديل بتشربها عايزة الزيت يسخن خالص خالص عشان اول ما احط الفراخ يحصل فيها ايه تروح المسان بتاعتها مقفولة تحافز على العصارة اللي جواها ما تقعش وما يبقى جوا الفراخ لسه في عصير فتبقى طرية وكمان الفايدة تفضل موجودة خلوني دلوقتي هجهز ايه السوس بتاع الفراخ هعمل ايه هجيب طاصة لاني انا مش عايزة السوس ده يكون سخن هحط حبة زيت صويرين اول ممكن تستعملي زيت زيتون لو تحب وهحط عليهم البصلة حسنا بس البصلة لحد ما تتشوح تشويحة صغيرة لحد ما يبقى لونها بس شفاف وبعد كده هزود عليها بقية الحاجات نجيب محلقة عشان انا شايفة ايه البصل بدأ يتحرك كان بيتحرك والله قدم سداني البصل كان بيتحرك الزيت سخن دلوقتي هحط الفراخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاração اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ها ح lion حزダ على الب thatsث دلوقتي بما اني عايزة ادي للفراغ طعم انا حمسح عليها بعصير اللمون طبعا كممكن ما اتبلش الفراغ و اتبل عصير اللمون و امسح عليها اتبل الفراغ و امسح عليها بعصير اللمون عايزة اواطي بس عليها و امسحي بعصير اللمون طبعا عصير اللمون هيديها طعم مزز حلو قوي خط ده كده شوف البصلة هحط دلوقتي الكابري علشان انا مش عايزة ده هياخد مش هياخد وقت كده وهحط عليه العنب عايزة كل ده بس ايه ياخد حاجة بسيطة كده علشان ياخد الطعم من بعضه ريحة خرافية هحط فيه انا مش هزة افتر من كده نشوف الفراغ نشوف الفراغ نشوف الفراغ هعمل ايه هجيب اللمون و همسحها الوش تاني طبعا اللمون هيديها طعم نزز جميل بازي كده طبعا لو مش عامل عصير لمون تحبي تجيبي لمونة وتعصري اول بول على طول السوس ده او دول هيعملوا احلى شوف ايه رأيكم تابلهم بس بحبة ملح وفلفل هبقى ايه صغيرين قوي واقلبهم بس علشان ايه ما يبقوش قاعدين على الوش تمام كده عايز احط لمون تاني طبعا اللمون كمان بيساعد على ان يفضل فيها وسارة جوه الفراغ ايه كده عندي بقدونس هحط حبة بقدونس على خلطة وحط حبة تانين بعد كده حب حبة تانين في الاخر ايه رأيكم دلوقتي نبتدي نتكلم في بقية الحاجات هعمل كمان معاكم النهاردة نوع من السلطة وحنعمل عصير كمان بالعنب بس قبل ما نتكلم عنهم خلونا نطلع فاصل وارجع له اشتركوا في القناة